احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله وليه الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين اذا يوم الدين ثمما بعد احبتي في الله اينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد عن عمر رضي الله عنه ابن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن عمر انه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ليس عليه اثر من اثار السفر ولا احد منا يعرفه فدخل فسلم ثم جلس فوضع ركبتيه الى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ان تقيم الصلاة وتوت الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت ان استطعت اليه سبيلا او الى ذلك سبيلا قال صدقت فعجبنا يسأله ويصدقه ثم سأله عن الاحسان قال ما الاحسان سأله عن الايمان قال ما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر خيره وشره قال صدقت فعجبنا يسأله ويصدقه قال ما الاحسان قال الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فقال له صدقت فعجبنا يسأله ويصدقه فقال له متى الساعة قال ما المسؤول باعلم من الساعة قال فما اماراتها قال انت لذا الامة ربتها الى اخر الحديث ثم قال له صدقت فعجبنا يسأله ويصدقه ثم غادرنا قال اتدرون من هذا الرسول يسأل الصحابة اتدرون من هذا قالوا لا يا رسول الله قال هذا جبريل اتاكم ليعلمكم امر دينكم الله اكبر هذا الحديث كنز كبير من كنوز السنة العظيمة لم يكن عندنا في مدرسة او في كلية او جامعة او دخلنا مدرسة متميزة او تخرجنا من جامعة معروفة نفخر ان معلمنا كان فلان ومدرسنا كان فلان وان الذي شرح لنا هذا المادة فلان من الذين يشاروا اليهم بالبنان يكون هذا مدر فخر العجيب ان الصحابة رضي الله عنهم وهم افضل البشر بعد رسول الله عليه السلام ان معلمهم هو المعلم الاول صلى الله عليه وسلم ثم جاء جبريل ليعلم الصحابة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم امور الدين فانظر الى مكانة التلميذ او مكانة المتعلم من قيمة المعلم الذي يعلمه يعني كأن جبريل جاء ليعلم الصحابة من خلال رسول الله ما هو اسلام ما هو الايمان ما هو الاحسان موضوع الساعة اربعة امور خطيرة جدا ولكنها تحوي الدين كله يعني هذا الكنز في هذا اليوم من كنوز السنة كنز كبير يحوي معالم الدين ومراتبه حتى يعني علماء الحديث يضعون هذا الحديث بعد الحديث النبل اعماله بالنيات فيه يعني فورا في المقدمة لانه حديث يجمع يعني مجامع الايمان والاسلام والاحسان والساعة في المحاول الاربعة الخطيرة هذه والخطيرة القدر يعني كبيرة القدر في هذا الايه في هذا الاطار الامر الثاني ان عمر وهو يصف يعني صادق في وصفه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ليس عليه اثر من اثار السفر ولا احد منه يعرفه لان اهل المدينة يعرفون يعرف بعضهم بعضا اما ان واحد يدخل عليهم غريب بهذا الشكل وبهذه الصورة فلا احد فلما سلم وجلس وسع النبي له ظل ملتصقا برسول الله عليه الصلاة والسلام ويسأل ويصدق لانه يعني قرب ما عنده من الاجابة لكن هذا معلم ودي طريقة يعني مهمة في تعليمنا اولادنا لما يكون عندك ولد عنده ثلاثة اربع سنوات اسألك سؤال طب انت الاجابة عندك ايه الاول خذ اجابته وعند الاجابة تجد قبر ثلاثة اما ان تقره عليها او ان تكملها له او ان تصحح عليه تصوره فيها هكذا وهكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاءه رجل من اليمن وقال له اريد ان اعرف علامة الله في من يريد يا رسول الله يعني انا اريد ان اعرف من الذي يريده ويحبه رب العباد عز وجل ومن الذي يبغضه رب العباد ولا يحبه فهنا السؤال واضح يعني الرجل يريد ان يعرف هي علامة رب العباد في يعني علامة الانسان في من يليده الله ومن لا يريده رب العباد من أمامه الأبواب مفتحة ومن أمامه الأبواب مغلقة ولهذا بالله من هم مفاتيح الخير مغاليق الشر ومن هم مغاليق الخير مفاتيح الشر فالرسول يعيد عليه السؤال ليزيده توضيحا بما تشعر أنت يا زيد أنت أيها السائل أنت شعورك إيه شعورك في هذه المسألة ما هي قال أنا يا رسول أحب الخير وأحب أهل الخير وإن فاتني الخير حننت إليه أنا أحب الخير أحب أهل الخير لما الخير يفوتني أبي عندي حنين إليه قال هي هي بعينها يا زيد ولو أرادك الله للأخرى ما وفقك في الأولى لو أن رب العباد سبحانه وتعالى يريد أنه غلك في واشك لا حبابك في الخير ولا حبابك في أهل الخير ولا الخير لما يفوتك تحن إليه لكن الإنسان لما يحب الخير وأهله ويحن للخير ده وفاته هذا إنسان دليل على أن الله يريده ويحبه فيسأل جبريل الرسول للإسلام فقال له عن معالم الإسلام الكبير أساسيات الإسلام ليس كل الإسلام إنما هي أركان تقوم عليها الدعاء من البيت الكبير للإسلام يعني الإسلام ليس عبارة عن شهادتين وأن تنطق بالشهادتين وأن تقيم الصلاة وتزدكاة تصوم ربضان وتحج البيت إن استطع هذه أركان يعني أركان يعني الأعمدة أو الإسطوانات التي تقوم عليها البناية لكن بقية الجدران الطوابق البنية الأساسية الكهرباء المياه هذه يعني ليست يعني بقية الإسلام إنما هي دعائم الإسلام لكن الموضوع يعني لكي يعني ينسح منها هكذا إن شاء الله بعد الفاصل نواصل مع هذا الكنز الذي نغترف منه في حديث عمر عندما جاء جبريل ليعلمهم أمر دينهم عن طريق المعلم الأول صلى الله عليه وسلم كنوا معي بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم أهلا وسهلا بكم مرة أخرى ونحن داخل هذا الكنز العظيم من كنوز السنة المطهرة حيث حديث عمر رضي الله عنه عندما جاءهم جبريل وهم لا يعرفونه والرسول يبين لهم في نهاية عرض هذا المشهد الجميل من تعليم الإسلام وتعاليمه الكبيرة وأساسياته ما هو الإسلام أخبرنا عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان والرسول يبين الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة وتزكاة تصوم رمضان تحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا فيصدق جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول والصحابة تعجبون أجدادنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمهم رب العباد بأمور كثيرة أولها أنهم كانوا المحيطين بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين أتاح لهم رب العباد عز وجل وأكرمهم بأن رأوا جبريل عليه السلام وهو يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم الصحابة أمر دينهم من الوحي وهذا أمر في منتهى الرقي ومنتهى الاصطفاء من الله عز وجل في اختيار هذه الطائفة لتكون ناصرة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولعظمة هذا الدين انظر إلى يعني يعني يقول بعض العلماء ان النظر الى صفحة السماء في المصحف يعني في هذا الكون الذي نراه في وجه الأب والأم في وجوه الصالحين ده نوع من العبادة ونوع من يعني يعني كما يقال في العصر الحديث نقل الطاقة الإيجابية للإنسان لأن الإنسان لما ينظر إلى العذب للعصاه والفاسقين والذين هم ينشرون الفسادة في الأرض يضيق صدره والإنسان عندما يرى الصالحين ينشرح وعندما يتحدث الناس عن الصالحين تجد انشرح الصدور وعندما ترى الصالحين أيضا تصير سعيدا عندما ترى رجل صالحا في الطريق أو في العمل تعود تعود إلى بيتك وتبشر والله رأيت فلان ومشاء الله وكان وجهه مضيئا بهذا المنطق فما ذلكم والصحابة يرون كل يوم وجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزداد القضية نورا عندما يرون جبريل في سورة رجل يأتي ويدس إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينصطون لأن الصحابة كان من أدبهم أنك إذا تحدى إذا جلسوا في مجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير يعني لا تحرك واحد لما فيه إنصاط فيه انفعال حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن المسيخ الدجال رأى عمر رأى الرسول عمر يطيل التلفت يامنة ناسرة ففاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر تعاش مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وشعر أن المسيخ الدجال على وشك الظهور في المسجد قال يا عمر لا ترع لا تخف إن ظهر وأنا بينكم فأنا حجيج وإن ظهر من بعدي فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مؤمن إذن القضية أن يعني يعني الصحابة يتعايشون مع رسول ينظرون إليه ينصطون إليه كان أبو بكر يقول يا رسول الله أحب من الأمور ثلاثا أحب النظر إليك والجلوس بين يديك وإنفاق مالي عليك فهكذا كان الكبار رضي الله عنه فجبريل يسأل إيه الإسلام يا محمد يقول له الإسلام كذا وكذا وكذا يوضح ما الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله وملائقته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره طيب الإيمان تأتي يعني كتب السنة توضح يعني إيه الإيمان الإيمان أركان ثلاثة لا يصح إلا بالأركان الثلاثة إذا ضع ركن فكأنما مثلث نقص أضلع المثلث ذو ثلاث أضلع لا يقوم بها ولا يصير مثلث إلا بها أول شيء الإيمان تصديق بالجنان أصدق أن الله هو واحد لا شريك له وأنه المتصرف في الكون وأنه الغني ونحن الفقراء وأنه الجليل ونحن يعني هو الجليل وأنا العبد الدليل هو القوي وأنا العبد الضعيف هو يعني الرزاق وأنا عبارة عن أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والغني والحميد فتصدق بالجنان وأنه واحد لا شريك له لا يشاركه أحد حكمه أبدا سبحانه وتعالى والمتصرف في الكون ألا له الخلق والأمر بهذا المنطق تطيق بالجنان بالقلب وقول باللسان يعني أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله لا محكم في هذا الكون إلا الله لا متصرف في كونه إلا الله لما نقرأ مالك يوم الدين والدنيا أيضا هو مالك الدنيا لكن ربما في الدنيا ليه قصر في سبعة عشرة مرة نقرأها في الفاتحة مالك يوم الدين لأن في الدنيا ربما أنا أملك هذا الاستوديو الذي أجلس فيه أملك هذه الساعة املكوا بيتا املكوا سيارة ففي جزء من ملكية وان لم تكن دائما لان احد الملوك بنى قصرا فخما وقال من اخرج لي عيبا واحدا في هذا القصر يعني اعطيته كذا عمل جائزة كبرى لمن يخرج له في قصره عيبا فجعل المهندسيين المتخصصين ينظرون في القصر ما وجدوا في دعيب هندسي ولا في الديكور ولا غيره الان دخل رجل كبير السن امي لا يقرأ ولا يكتب يتوكى على عصى دخل من غير ان يلتفت الى جنبات القصر وجماله قال يعني ايها الملك قصرك يسطح ان يكون جنة الا ان فيه عيبان الملك عجب ضرب كفا بكفا يا حمر يعني المهندسيين والمتخصصين لم يخرجوا عيبا واحدا في القصر وانت ايها الرجل الامي كبير السن شيخ كبير تخرج في القصر عيبان عيبين قال ما هما قال خراب القصر ولو بعد حين وموت صاحبه ولو بعد حين يا الله ما لو دامت لمن قبلك ما وصلت اليك ولو دامت لك ما وصلت الي من بعدك لكنها ما دامت لمن قبلنا فوصلت الينا ولن تدوم لنا فسوف تصلوا الى من بعدنا فالانسان يخطو في الدنيا يعمرها بمنطق انه ابتغاء مرضات الله ثم يكون الاخرة هي يعني سبحان الله هي المآل الذي انا اقول اليه فاخلص النية يعني بين الحين والحين الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته انه في الملائكة والملائكة على اصنافهم واعمارهم والملائكة هؤلاء لهم وظائف محددة وواضحة في كتاب الله في السنة ربما اكثر من عشرين وظيفة معروفة لنا من وظائف الملائكة الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون العجيب ان بعد خلق ادم اضيفت وظيفة جديدة اليهم وهي الاستغفار لمن في الارض استغفرون لمن في الارض ربنا وسحت كل شيء رحمة وعلمة فافر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فالذين امنوا واتبعوا سبيلك فهم لهم مهمة وهي الاستغفار لنا سبحان الله العظيم وهذا من كرم الله علينا سبحان الله هذا هو الايمان تؤمن بالله بملائكة بكتبه نؤمن ان التوراة كتاب حق نزل على كريم الله موسى ان الانجيل كتاب حق نزل على روح الله عيسى قبل ان يقوم بعض الناس بتحريف هذا او بتزييف ذاك وان نؤمن بهذا القرآن الذي نزل على سيدنا محمد القرآن حق والرسل حق والنبيون حق هكذا الايمان المؤمن يكتمل ايمانه ولكن لنا ايضا بقية الحديث وهذا الكنز العظيم كلام اخر ان شاء الله بعد الفاصل باذن الله كونوا معي اهلا بكم اهلا وسهلا بكم احبة في الله اعزائي المشاهدين والمشاهدات ابنائي وبناتي اه يعني ما زلنا في ومع هذا الكنز العظيم من تعليم جبريل امور الدين للصحابة من خلال حبيبنا صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر في البعث ان سبحان الله العلماء كانوا يقولون الغنى والفقر الحقيقيان بعد العرض على الله لا تصف انسان في الدنيا بالغنى او بالفقر الا بعد ان يعرض على الله الغني الحقيقي هو الذي غني واغتنى بالحسنات ودخل الجنة هذا هو الغني الحقيقي الغنى لا فقر بعده والفقر الحقيقي حتى وان كان ملياردير طالما انه بعيد عن الله ولا يستخدم ماله يعني في الابواب التي يريدها رب العبال عز وجل يعني الله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله ومنه وجوده هذا هو يعني العز الحقيقي ان تعتز بالله الذل الحقيقي ان تستغني بمالك او بعزوتك او بمكانتك الاجتماعية كلا ان الانسان لا يطغى ان رأاه استغنى شوف نفسه كده مستغني بعلمه بعقله قال انما اتيت على علم عندي هكذا قال قرونه كان سبب في ان يخصف الله به وبداره الارض وبدوره واملاكه وكنوزه سبحان الله فخصف به يا الله ليه؟ لانه يعني افتقر الى غين الله واستغنى بغين نفسه ونحن فقراء نحن لا نملك من حطام الدنيا شيئا ابدا فرب العباد سبحانه وتعالى من كرمه ومنه وجوده انه يكرم العبد بان يعني يستغني بان يفتخر الى الله يعني هذا هو الغينة الحقيقي والفقر الحقيقي ان تستغني بمالك او علمك وهكذا تؤمن بالله وملائكتي وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر تعرف ان هذا القضاء وهذا القدر هو من الله لما يجي لك المرض قل الحمد لله والله هذا تكفير سيئات ورفع درجات ايه العز لنا فيه ده الله يحبني الى هذه الدرجة الله يكرمني الى هذه الدرجة بان يمرضني بان يضيق عليه ليه؟ لان فيه طائفة من الناس قد تنسى فرب العباد يذكرها دائما به بالابتلاءات فزي ايه؟ بالضبط يعني لا نريد ان نكون كطلاب الامتحانات عند الامتحان يصلي ويتق الله ويقبل ايد امه ويقبل رأسه به ويا سلام مع الشيخ ويروح يصلي في المسجل بالدئيل يا سيدينا الشيخ سبحانه فاذا امتهى الامتحان ونجح خلاص كأنه يعني ايه؟ يعني صلى وصامة لامر كان يطلبه فلما قضي الامر لا صلى ولا صامة مش عايزين العبد العبادة بالقطعة نحن نريد عبادة مستمرة عبادة يعني على التأبيد طالما نحن على هذه الدنيا وبلغين وعاقلين وراشدين وليس لسنا ممن رفع عنهم القلم رفع القلم وعن ثلاث عن الصبي حتى يكبره النائم حتى يستيقظه المجنون حتى يعقل طالما احنا لسنا بفضل الله لمجنين وولا احنا في قضاء وحنا لسنا اطفالا صغارا حلاص بأواجب علينا ان نعبده رب العبادة سبحانه وتعالى ونؤمن بالقضاء والقدر يعني لما يجي القضاء والقدر يبدأ شعار او يجي الابتلاءات يبدأ شعار الصالحين سبحان الله ليه لان الدنيا ليست قائمة على التكريم لا الدنيا قائمة على الابتلاء تبتلى بالزوجة سيئة صديقة اللسان لا تشكر الزوج متكبر متغطرس بخير اه ابتلاء ولد عاقم انت ما خليت بالك من المال الحلال الذي تطعمه فلما اكلت حراما واطعمته حراما تمرد عليك سبحان الله بجار مؤذي بموظف تحت يدك لا يعمل ولا يحب العمل بمدير لك عامل ابو جهل فيها ومتكبر وعمل الوليد بن المغيرة هذه ابتلاءات مرض ضيق ذات يد سبحان الله يستغني عنك العمل فجأة خلد كل ده مرجعه الى الله فلما ترجع الى الله فرب العباد يعطيك الصبر يعطيك اليقين يعطيك صدق التوكل مدام صدقت في توكلك على رب العباد هنا يعني تسمع كلام الله عن ابراهيم عليه السلام عندما قال في سورة البقرة اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين خلاص مدام يا ربي انت امرتني بان اسلم امر اليك قضي الامر ان اسلم وان اسلم وامرت وان اسلم لرب العالمين وانا اول المسلمين هكذا يعني اسلم امري وقيادة امري لله عز وجل ان تؤمن بالله وملائكة وكتب ورسل والاوم الاخر والقضاء والقدر خذي وشر فسألوا عن الاحسان شوه المراتبها اسلام ايمان وبعدين ايه احسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وقال العلماء من اذنب ذنبا وعلم ان الله قد رآه شوف عنده يقين ان ربنا رأيتها غفر له وان لم يستغفر الله ده من باب التسير من باب رحمة الله من اذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفت عين سقط عنه هذا الذنب اسرع من طرفة العين زيك رب العباد قال ايه واني لغفار لمن تاب وامن غفار مش غافر لا لو كانت غافرة مرة واحدة الذنب الاول يغفر لكن الذنب التاني لا يغفر لكن غفر يعني ايه صيغة مبالغة اي ان العبد يثير العودة الى الذنوب ورب العباد عواد الى المغفرة كما يقول الصالحون في دعائهم وعلمون الله ارضى عنهم ايه يا ربي انا انا وانت انت انا العواد الى الذنوب وانت العواد الى المغفرة عملني بما انت اهله ولا تعملني بما انا اهله انت اهل التقوى واهل المغفرة فالعبد بهذا المنطق يصير في معية الله لان احنا مهما نكون عندنا غرائز وعندنا شهوات وعندنا امراض نفسية وامراض اجتماعية وامراض دينية وامراض عبادية لازم نصحيحها وتصحيحها بان نعود الى رب العباد العامل زي بالضبط الكوب الذي تشرب فيه او الكأس او الفنجان او الطبق الذي تأكل فيه فعيز يغسل اول باول لا تتركه مدة طويلة حتى لا يستمسك بقية الطعام واشتراب به فيصعب تنظيفه هكذا قال بالعباد يغفر اولا باول ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك يقال ان احد الشباب ذهب الى العلم من العلماء وقال له اني اذنبت ذنبا كذا وكذا قال يعني اراد العلم يقول يا ولدي ليس عندنا كرس الاعتراف اوما علمت ان الله قد كان يراك قال او قد كان يراني او قد كان يراني ثم شهقة شهقة خرجت فيها روحه فثم يشهيد الخوف من الله سبحانه وتعالى فاللهم اجعلنا من الراجين في رحمتك الخائفين الوجدين من عذابك وجعلنا من من يفهمون هذه الكنوز عن حبيبك صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث طويل وواضح ويعني اقصد يحتاج الى يعني حلقات وحلقات لكن نحن ناخد عنوين محددة من كل حديث سألوا عن الساعة وعن اماراتها واشراطها وضع له علامات الساعة طبعا علامات الساعة صغيرها وكبيرها يعني موضحة عندي في موضوع يعني احاديث الدار الاخيرة والوعد الحق فاذا دخلتم على موقعي سوف تجدون تفاصيل هذه الامور بتفصيلات واضحة ان شاء الله لكن نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وان يجعلنا من الذين يعني يعملون بما يسمعون ويجعلنا مخلصين فيما نعمل هو لي ذلك والقادر عليه احبتك الله تقبل الله منا ومنكم ونتنسونا من صالح دعائكم ونستدعوكم الله الذي لا تضيع دائعة نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستدعو الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته